طيب دكتور عيمات برضو إيه الأعراض اللي بتظهر على المريض نقول إن ده عنده ألم مزمنة ثلاث شهور ألم في أي حتة من الجسم من شعر الرأس لصابع الرجلين طيب في أجباب بتأدي للإصابة بالألم المزمنة؟ طبعا زي؟ في حاجات منظورة يعني في حاجات ملموسة سوري لا مأغز سوري اسمها ملموسة وفي حاجات غير ملموسة يعني مثلا ملموسة زي مثلا إيه عملنا أشياء على العين لدينا فيه نزله غضروفي في أي حتة في جسمه عملنا أشياء لقينا فيه تأكل في الغضريف وعنده روماتيزم عملنا أشياء لقينا فيه عنده سرطان عملنا أشياء لقينا أو رسم أعصاب لقينا إن فيه زنق على الأعصاب بصينا على الجلد بتاع دكتورة جلدية بص عليه لأ مثلا فيه عنده الحزام الناري ده يبعت هل نحن برضو بنشتغل عليه الحزام الناري كمان با أي ألم طيب فيه ناس بتاعني يا دكتور من ألم في العمود الفقري وألم برضو بتبقى في الرأبة بتبقى مش عارفة إيه سببها التدخل برضو الألم بيعالج دوة بنسبة كم في المية هو التشخيص الدقيق دوة مستحيل نشتغل من غيره يعني لازم أشخاص الحالة الأول؟ لازم عشان أقدر أقول أنا أقدر أساعد في علاج الألم ولا لأ؟ إحنا بنساعد كل الناس يعني أي حاجة لها علاقة بالألم حتى لو مرحلة متأخرة؟ حتى لو مرحلة متأخرة طالما العين بيتنفس يبقى إحنا فيه أمل عندنا أهم حاجة تشخيص إحنا بالكشف بنوصل لحدود 60-70% وساعات 100% بالكشف لبعض الأمراض أو بعض الحالات يعني عشان ما نقولش عليها مرد الناس في تلك الحاجة كبيرة وفي نفس الوقت الأشعة بالذات الرئيل المغناطيسي دي محتاجينها لأكد بيها يعني مثلا أنا عارف العين ده شكله كده عنده مثلا زلاغه ضروفي فقرة بين مثلا 6 وال7 في الرقبة باقي من الكشف بتاعه والعصب المتأثر وكده طيب أعمل بقى أنا أشعة عشان ممكن يكون 5 أو 6 كمان عمله مشكلة يعني ممكن أنت تعالج بالعلاج الألم نفسه بدون تدخل جراحي في العمود الفقري هم لقوا عمل وأبحاث يعني هناك لقوا في أمريكا يعني لقوا أن عملات الظهر قلت بالنسبة 80% بسبب انتشار علاج الألم